السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مشوارنا في اه هذا الدرس ان شاء الله راح نقوم باضهار الطلبات التي تمت يعني تمت دفعها عن طريق طبعا اه نعمل هنا لنك نسمي المفروض يودينا على سمي لكن بداية راح نضع بعض اه الاشياء فيه اللي هو راح نعمل هنا عشان نودي ما نطبع في كل مرة هنا ايضا راح اضيف هنا وثم نقوم بعملية اه فنذهب بالكود او ممكن نذهب اول حيث نعمل راوت الجديد راح نسمي اه راح يكون عبارة عن راوت راوت يودينا على راح نستخدم طبعا هو اردر كنترولر اردر كنترولر ات نحرد كل الاردر وراح نسميه اللي هو اردر دوت اندكس نذهب ايضا الى الاردر كنترولر كنترولر عدناها الاندكس ممكن نكتب رتين عشان نتاكد قبل ان نعمل بس نتاكد ان لا يشتغل معي او يعمل اللينك اه يعمل معي مثلا او درس اوكي ثم نذهب الى اللي هو او دوت لي اوت عفوا نريد نضيف طبعا لما تكلامنا في البداية راح نضيف هنا استور ودينا على استور وايضا راح نضيف هنا بعض اللي هو مثلا اه نضيف بعض اللي هو هو عن طريقة فعلى يمين هنا راح نضيف اللي هي بتكون عبارة عن اه الاي دوت ناف ايتم ناف ايتم علي سار عفوا ثم اي هو ناف لينك هذا طبعا كلاسز راح ودينا هنا على الراوت اسمه ستور اوكي هنا راح نكتب ستور لما عمل الان راح نذهب على ستور ودينا على صفحة ستور ايضا راح اضيف هنا تحت اللي هو في تحت هنا راح اضيف طبعا انا عمت لهم اختصارا للوقت اه لانه عبارة عن الاول هو عبارة عن عادي ودينا على هو عبارة نضيف لها طبعا اه هنا وراح اضيف هنا اللي هو الراوت اه اللي عملنا قبل قليل اكي نكون او اسم الراوت اللي عملنا قبل قليل بهذا الطريقة ايضا نعمل وهنا راح اضيف في اللي هو اللي هو اللي هو اه عبارة عن فقط توديني على مثل شكل او انا لما اعمل اذهب طبعا راح يكون معي هنا نعدلها طبعا وهنا اضغط على زي هديني على صفحة فاللينك تعمل معي لكن هنا اه اوكي هذا خطأ هنا مفروض يكون داخل راح الاعلى راح يودي نازم يكون هنا موقعة لما اعمل الان طبعا معي الان ومع هنا فالالان نشتغل على طبعا طبعا الكنترولر اه في هنا في الوردر كنترولر فراح احتاج طبعا اللي هو عبارة عن الوردرز يساوي اه اليوزر الحالي ثم اخذ كل الوردرز ثم اخذنا في بينهم علاقة انا عملنا علاقة بين اه هو كل راح اعمل اللي هو راح نشوف الوردرز عبارة عن ايش عبارة عن ايتمز كل اوردر يحتوي طبعا على معلومات اه من ضمنها هي اليوزر اه ام او اه عفوا احنا نريد طبعا هي موجودة داخل احنا لو نتذكر عبارة عن اه فلازم نعملها اللي هو هذا الخطوة ضرورية جدا فراح نعمل اه بعد ما نستلم الوردرز هنا راح نستخدم نحن نحتاج الكارتز راح نستخدم ناخد الوردرز بنعمل ترانس فورم ترانس ترانس فورم اه دي فنكشن اه ثم نعمل انسي ريلايز للوردرز او اه عفوا راح تكون عبارة عن ترانس فورم عبارة عن فنكشن هنا احنا نريد دعم لكل لكل كارد موجودة داخل قائلة البيانات اه داخل كل ايتم فاستخدم طبعا اللي هو الوردرز اللي حسنا استلمناها من هنا نحن نعمل ترانس فورم وهذا عبارة عن فنكشن تاخذ اللي هو الكارد نسمية مثلا كارد وايضا اه راح يكون عندي كي لما نعمل طبعا على كل راح نعمل لان احنا عملنا لما خزننا في الكارد ونعمل الكارد اللي هي هذا الايتم او هذا الحنسمينا طبعا الكولم في الديتابيز اعتمد على ايش مسمى الكولم هنا وراح نارد الكولم في الوردرز انا نسميته كارد المفروض هنا مثلا نسمي يكون افضل عشان لما نعمل هنا نكتب هنا مفروض مثلا يكون اسم يكون غير لكن انا عملت كارد فلازم اسمي كارد ثم الان طبعا لازم اعمل مثلا دي دي كارد عشان نشوف ايش الفرق الان بعد عملية كاردس كل الكاردس احتاج الكاردس في هان ايضا اعمل طبعا كولم لما عمل الفرش الان طبعا راح نلاحظ ان البيانات معي فقط الكاردس يعني عبارة عن هنا هنشتغل طبعا على كل راح يكون فيها مثلا هو كم الانصر في الكارد الثاني مثلا عندي ثلاثة عناصر او ثلاثة فالحين نرسل هذو البيانات الى ثم نقوم بعمل ديس بلي ذو على حسب مثلا ممكن ممكن تستخدم كاردس وما شبه ذلك فراح اعمل هنا اوكي اه طبعا هذا البيو غير موجود اه مثلا اه نغير الان سوى اه 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 كاردس راح اقوم بطبعا انشاء هذا البيو هذا البيو راح يكون تحت راح اعمل جديد اسمه تحت الوردر راح يكون معي اللي هو يكون اه اه اندكس بليد ممكن تسميه هنا او راح نعمل طبعا اكستند دوت لاي اوت او لاي اوت دوت او لاي اوت دوت او لما نعمل سكشن ثم نعمل كل مرة كونتنت اند سكشن نطبع هنا مثلا اوردرس بقى نتاكد انه الا او انا اعمل معي اوردرس مثلا اكي او اوت او سكشن كونتنت ان سكشن انا اعمل انا رفرش اكي مشكلة المفروض يكون تحت مباشرة فشوف اذا في الطريقة استطيعنا نغير اهو موف اه الان تحت طبعا مباشرة تحت نشوف الان تأكد نعمل اوكي موجود حاليا يشتغل الان هي عملية خلال طبعا هذا الكارتز او لهذا اللي معانا وراح نشتغل طبعا ممكن نعمل على سبيل المثال فممكن هنعمل حاليا مثلا اه كارت المعاي الكارت از كارت اه هنا تحتاج طبعا تطبع وتخطأ او لانه لما تجيب خاصة مثلا هذا اللي هي يعني اه شيء معقدة يعني مثلا فيها اكثر عن وما شابها ذلك احيانا تحتاج تستخدم هو بشكل كثير تحتاج مرات احيانا تستخدم منه حتى تعرف شكل اللي موجود عندك اللي جاي على فانا جربت كثيرا عشان لما اطبع العين حاليا يعني عبارة عن كان معي اخطاء كثيرة خلال تحضير للكورس اه فانا هنا ما اكتب يعني اتوقعنا العملية تكون احيانا سهلة يعني اه طبعا معي الكارت هنا تذكر تحتها طبعا بيكون عبارة عن فلازم معي يكون ثاني اه هنا ممكن نعمل مثلا او كارت ونستخدم مثلا الكارت الاول عبارة عن كارت مثلا وهنا كارت اعتقد يكون ممكن نجرب الكارت نجرب في اه بوتستراب كارت او كارت عفوا الكارت تحتوي على كارت بادي دوت كارت مثلا بادي كارت وبادي وممكن نعمل طبعا لوب هنا على الايتم داخل هذا الكارت في كل واحدة بتكون عبارة عن لوب لانا نحتاج ايتمز اه كارت لسلمناها هنا طبعا اللي من هنا تحتوي طبعا كارت ايتمز انا اريد كل ايتم بروحها يعني كل ايتم وهنا ممكن الان نطبع مثلا على سبيل المثال كتجربة اللي هو ايتم اذا كان لوب يشتغل معي صحيح طبعا احنا بيكون عبارة عن اه الاندكس ما لهو هالطريقة ممكن نعمل الان انا نحاول عمل طبعا خطوات اه عشان اقول اخطوات معكم مع بعض اه في اللي هي كارت او فانا ايش كارت سيكون طبعا مع البرودكس الحين اه 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 كارت فنممكن نعمل هنا اه كارت مثلا مارجن بلو مثلا ثي على نشوف كل طلب واحدة يعني كل طلب واحدة نشوف عنا طلبين هي اكثر عن برودكت وايضا ممكن نعمل كل شي هنا نشيل كل هنا ونعمل طبعا كنتينر كنتينر دوت رو دوت مثلا كولم ايضا كول ام دي مثلا نعمل بيست نكون الشكل افضل في النصف الان معي طبعا اه عفونا ايش حطانا اه كارت اني كولم دي عندي الرو اه اوكي في عندي هنا خطى نحظة اوكي الان معي عندي الكولم عمل بيست نعمل فورمات اه نشوف اش المشكلة هنا اه راح اوقف الفيديو عشان نعمل بقط اه تعديل هنا عشان ما نضيع الوقت اه طبعا مثل ما ترون في اه بعد التغيير بعد ما وقفت الفيديو عمل التغيير طبعا عملت عن كارتس وكل كارد يحتوي على في كل اللي موجود على سبيل المثال كارد الاول في اه برو دكت واحد هنا توتل برايس والكاردس الثاني او الطلب الثاني او الثاني يحتوي على ثلاثة برو دكتس وهنا السعر فالكود راح اضيف هنا عبارة عن كاردس وصلنا لمرحات الكارد وضفت فقط عملت مثلا عملت لوب عليهم على كل ايتم وضفت الاشياء وايضا ها عملت عبارة عن باج عبارة عن كلاس عادي في بوتستراب باج باج بل باج انفو والازرق ومارجين وبوتنز وتكست وايت عملنا اه فهذا طبعا ما قمنا في في هالدرس ضفنا الآيكون ستور ضفنا طبعا الآوردرز ضفنا استطعنا نضيف طبعا اللي هو عن طريق جبنا كل عن طريق الهو الكنترولر فنصحكم في كل مرة تعمل لما تطبع شي معين جبتم عن طريق مثلا هذا الاشياء وتحول الى شكل معين دائما تستخدم عشان تستطيع تشوف نوع البيانات طبعا اه او شكل شكل وشكل اللي موجود عبارة عن او وما شابه ذلك ثم طبعا تبدأ تلعب في على حسب ما تشوفها مناسب. اه شكرا على المتابعة ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم. ترجمة نانسي قنقر